السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور الكرام نرحب بكم مجددا في سلسلة محاضرات ميلو التوعوية المصممة لتعزيز تنمية القادة الشباب محاضرتنا اليوم عن استراتيجيات وأدوات التدريس الفعال من الحديث النبوي الشريف يقدمها لنا الدكتور طلعباشا مدير معهد اللغة العربية بالكلية الإسلامية الأمريكية في شكاو تنطلق هذه المحاضرة من إيماننا نحن المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم المثالي فحياته كلها لحظات تعليمية تشرح لنا كيف تمكن صلى الله عليه وسلم من خلق بيئة مثالية للتعلم والتطور والنمو ترقز المحاضرة في ثلاثة جوانب هي منهج التدريس النبوي والوسائل التعليمية النبوية واستراتيجيات بناء العلاقة بين المعلم والطالب أما عن المحاضر فهو الدكتور طلعباشا مدير معهد اللغة العربية بالكلية الإسلامية الأمريكية في شكاو كما ذكرته وهو حاصل على درجة الدكتوراه للغويات من جامعة يوتا ومستشار تعليمي للمناهج وترق التدريس ومضرب معطمد كذلك فضلا عن أنه مؤسس أكاديمية باشا للإستشارات والتدريب يبقى أن نذكر أن المحاضرة قد تسجيل الآن لطلع عليها لاحقا والآن فليتفضل الدكتور طلع تفضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والأعظم وفي ضوء سنته وهديه استرشدنا ببعض يعني ما سنقدم اليوم استرشدنا ببعض نوره صلى الله عليه وسلم في الإتيان ببعض الوسائل والاستراتيجيات والطرق التي تجعل العملية التعليمية عملية ناجحة لمن لم يحضر معنا المرة الماضية أو المرة اللي فاتت أو للحضر وبنحب نراجع بالسرعة بنخص اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت وهي أني قبل أن نبدأ عملية التدريس يجب على المعلم أن يعد نفسه الشخصية ذات نفسه الكاريزما الإنسان ذات نفسه لو الإنسان ذات نفسه زي ما نعرفين في المسأل المشهور اللي هو لا يعطي الإنسان ما ليس عندهم ما ليس عندك لا تستطيع أن تعطيه فإذا ليس عندك ثقة بالنفس ما تستطيع تعلم الطلاب الثقة بالنفس ليس عندك محتوى جيد المن بالنح والمن بالقراءات المن بالتجويد المن بكذا ما تستطيع تعطي الطلاب وقلنا أيضاً أن هناك يمكن اختصار المهارات التي ينبغي على المعلم أن يتحلى بها الكفايات التي تساعده على أداء مهمته على أحسن ما يكون قلنا كفايتان رئيسيتان وهما الكفاية الشخصية كفاية شخصية تتعلق بذاته بذات المعلم ذات نفسه كفاية مهنية تتعلق بالمادة التي يدرسها المادة التي يدرسها المحتوى الترائق التدريس إدارة الصف تعامل مع الطلاب استخدام الإنترنت واستخدام الإي آي تلوقتي وكيفية استخدام كل هذه تخطيط للدرس تخطيط الأهداف الدرس كل هذه مهنية لكن يأتي قبل المهارة أو الكفاية المهنية تأتي الكفاية الشخصية الكفاية الشخصية جيبت ممكن تنقسم إلى قسمين فرعيين وهما العلاقة مع النفس والعلاقة مع الطلاب دي مهارة كفاية شخصية يعني المهارة تندرق تحت الكفاية يعني إيه كفاية شخصية يعني تتعلق بذاتي علاقتي أنا بذاتي وعلاقتي بالآخرين إنتر بيرسنل وإنترا بيرسنل إنتر بيرسنل علاقتي مع الآخرين وإنترا بيرسنل العلاقة الداخلية وصورتي أنا عن نفسي وعن مهاراتي وعن أماكن قوتي وأماكن التحديات التي يجب علي أن نعمل على رأيها تحول فإحنا قلنا المهارات الشخصية تنقسم لمهارات الشخصية تتعلق بذاتي أنا علاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الآخرين وعلى فكرة طبعاً هو فيه مقاربات وكلمة مقاربة بمعنى يعني مداخل بمعنى التدريب بمعنى علم بمعنى يعني الإنسان بيتطور نفسه في كيفية معرفة كيفية معرفة ذاته وهو ده اللي مطلوب هو ده اللي مطلوب إن إحنا لما بنغير الإنسان لما يتغير مثلاً في رمضان ويبدأ يرى قرآن ويبدأ يصلي يا صلوات النفل زيادة والقيام والترويح واللي ولي وما بيثبتش على كده بعد رمضان ده معنى كده إن التغيير كان لحظي أو وختي لإن يعني الأرواح بقى مش الأرواح يعني الروح الرمضانية والبركات الربانية والرحمات الإلهية بتتنزل فبيعيش الإنسان الجاودة بعد ما الجاود ده بيختفي بتختفي بالتغيير لإن التغيير ما كانش من جوة تغييرك من الحوالية فعشان كده بيروح لكن من بقى اللي بيبدأ بساً يطور عادة قيام الليل أو عادة قراءة القرآن أو عادة تفقف القرآن أو عادة تضبر القرآن أو عادات كتير حلوة بيغير بها نفسه الشخص اللي هو التغيير حصل من الداخل التغيير بيحصل من الداخل وده ملخص تدريب تاني عن اللي هو المينتل فيتنس المينتل فيتنس هي اللياقة العقلية اللياقة العقلية أثبتت الأبحاث في الدراسات النفسية إن التغيير النفسي إنك عشان تعمل حاجة تبدأ تعمل وتثبت عليها عاوز تعمل جيم أو إكسرسايز تدريبات يومية رياضية كل يوم عاوز تقرأ كل يوم عاوز تعمل حاجة كل يوم اللي هو التركيز أنك تكون حاضر في اللحظة دي ما هو إلا عبارة عن عضلة في عضلة اسمها عضلة التركيز أو عضلة الحضور أو عضلة عضلة إن هو بتساعدك على إنك في أي فترة في أي موقف من المواقف أنت حاضر فيها يعني في موقف ما في أي موقف في أي موقف في تحدي في غضب في فإنت واقف في الموقف ده ومسيطر على ذاتك من قوة وعارف هتتكلم هتكلم ما تقول إيه وما تقولش إيه ومتحكم فيها فما فيش كلمة بتطلع منك إلا بتمر عن طريق عضلة التحكم دي العضلة دي زيها زي زي أي عضلة تانية ممكن تنعميها وبالتالي بتشوف عندك بتبقى إنسان أفضل في القدرتك على الاستمرار ده لإيه آآ تفسيري له هو ضعف في العضلة العقلية الخاصة بالحضور في اللحظة إن العضلة دي ضعيفة فبتخليك متشتد تبدأ اللي بتتنازعه الأهواء فنرجع للمهارات وإن المهارات الشخصية تتعلق بمهارة خاصة بك أنت ومهارة خاصة بي أنا طبعا كل ده ألخص في المرة اللي فاتت عشان لو حد ماشي طيب هل أنا ممكن أحسن أحسن يعني أحسن المهارة الشخصية دي بالتأكيد بالتأكيد في أي وقت وفي أي سن وفي أي وقت لا فيش حاجة اسمها خلص بقى أراحلها بين تلاتين سنة وبين أربعين سنة وبين خمسين سنة أي مكان أي مكانة الجبهة أو المجال الذي أريد أن أتطور فيه أنا لا أقصد تطور في مجال معين يعني فعندك وعي بذاتك وعندك جهد واعي ومستمر ومستمر ومراقبة مستمر مراقبة مستمرة الأدائي هل أنا مثلا شخص عاوزي تخلص من نوبات إن هو مثلا بيغضب بسرعة أو بيفكر بسرعة أو بيطلع كلامه على لسانه أسرع قبل ما يفكر مثلا أي مكانة بس تبضرب أمثلة حتى تكون الفكرة التغيير واضحة ممكن أغير أشياء في ذاتي أو أتسب قدرات تانية وزي ما قلت المرة اللي فاتت فيه الانماط الشخصية في جوهاري ويندو إن شاء الله برضو يكون لنا نصيب ممكن أنتوا ومسلا اللي بياخد من التدريب ده هو ويبحث عن الأشياء دي جوهاري العربي أو المصري يا جوهاري أو جوهاري ويندو هو مربع أنا متأكد أن كتير من اللي حضرين ساموا عنه قبل كده فابحثوا عنه صوات اللي هو اللي هو نقاط صوات اختصار نقاط القوة وويكنيس أنا بمحبش يصدم كلمة نقاط الضعف بسميها نقاط التحدي أفضل عندي يعني يعني في أي موقف من الوقف بشوف الموقف ده إيه هي نقاط القوة فيه إيه هي نقاط التحدي اللي عاملالي مشكلة فيه كيف إن أنا أخد من الموقف ده فرصة إن أنا أطلع من الموقف بأفضل ما يمكن وإيه أو التهديدات زي ما قلتلكم في مداخل كتير جدا لتنمية شغل بتاخد واحد منهم بس اللي يناسبك وبتشتغل عليه وبتشوف التطور حينا شوفنا طبعا الصورة دي المرة اللي فاتت فطبعا المجموعة الشريحة دي خاصة لما بنعمل تدريب يعني الناس قدامي وأنا شايفهم وما شايفيني فالناس بتعمل مجموعات وبتعمل فلكن هندخل الصفة بالوقتي ونشوف الهدي النبوي مع الطلاب فقبل ما ندخل الصفة ونتعامل مع الطلاب ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تتعامل مع الطلاب إزاي أعاوز كل واحد بينه وبين نفسه يحاول يفكر في حاجة واحدة بس أو حاجتين لو الوقت سمح له يعناد ممكن أديكم دقيقة فكر في حاجة على الأقل حاجة واحدة ممكن حاجتين ثلاثة حسب ما تقدر أو تقدري ما الذي من شأنه أن يعزز التواصل داخل الصفة مع طلابك أو مع طلابك إيه اللي ممكن يعني إيه إيه الحاجات الأشياء المهارات الاستراتيجيات الوسائل اللي ممكن تعملها بحيث إنها تبني قناة تواصل مع الطلاب إيجابيا وإيه الأشياء اللي الأستاذ أو المعلم أو المعلمة عملها أو عملتها ممكن تثني هذا التواصل وتقطعه يعني تكسر قناة التواصل بناخد دقيقة أو أقل دقيقة في وراء وقلم كده قدامكم اكتبوها ويريت إن شاء الله إيه تشاركونا فيه آآ أي حد آآ يريد أن يشاركنا أو ممكن يا دكتور تحضل تحضل البسمة جميل البسمة البسمة من شأنها أن تعزز التواصل وتفتح أبواب لا يفتحها أي شيء آخر التقدير يعني إيه إن أنا والتشجيع الله عليك الله عليك إنت لو أعرف كده كنت خليتك إنت تضي المحاضرة دي الله يفتح فيك يا برد ما شاء الله آآ لا والله ما شاء الله هو بالضبط يعني البسمة التشجيع آآ قلت حضرت تاني إيه التالتة الحاجة التالتة التقدير آآ تقدير تقدير العمل والإثابة الكلمة والإيه الإثابة اللي يعني الحاجة تثيبه بالكلام أو الهدية الله بالإنجليز يعني تثيبه بالكلمات مديا أو معنويا معنويا يا سلام بدا كده خلصت الأشياء التي عاززت التواصل في أي حد تاني يريد أن يشاركنا آآ ها نعم نعم يعني التواصل البصري هذا نوع يعني شوف الحاجات دي كلها ما بيتجمع مع بعضها بتبني شخصية وهذا من هادي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كان بيقابل حد عارفين إنه إيه يعني بيسلم عليه لم يكن ينزع يده حتى ينزع وكان يحافظ على التواصل إيه البصري وطبعا علوم علوم اللي هي ما يجري ما يجري بين الأرواح بدون كلمات اللسان هذا يعني عالم تاني لم نكتشفه بعد عشان كده لما بتقابل حد وبتقعد معاه أنت أول ما بتقابله لسه يدوبك ربنا لسه يدوبك قيل له السلام عليكم ما شفتوش قبل كده سبحان الله كلنا يعني آآ عارفين الطاقة التي تجري ما بين آآ والأرواح ما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف آآ ويتعارفوا إزاي يعني الأرواح دي مش موجودة في عالم المادة في عالم الطاقة في عالم الطاقة تحس تقابل إنسان تحس أنك مستريح له عاش تسمع منه آآ مريح كده في الكرام وتقابل إنسان تاني ولا عمل فيك حاجة ولا كلمك كلمة سبحان الله فآآ وآآ لا أسباب مش هنقول مين الحلو مين الوحش بس هو كده خلاص هو خلق ناس بتراحم بعضها وناس بتراحم بعضها يعني أنا ممكن نشتغل معك آآ آآ في في مشروع في عمل وآآ في بروفشنال يعني لكن بيرسنال ما فيش لكن في العلاقة في الصف لازم تبقى على مستوى الشخصي لازم يحصل ايه التواصل طيب أحسنتم 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 طيب ننقل المجموعة التانية اللي هي ما ما الذي من شأنه طبعا عكس الأشياء طبعا نقول التبسم يتجاههم أكيد هيثم التواصل وهذا ده يخطعه ده يخطعه ممكن يخطعه إلى الأبد لكن نشوف برضو إذا في حاجة عكس الأشياء الإيجابية التي ذكرناها أنها تعزز التواصل أكيد عكسها هيخطع التواصل لكن لو في حاجة تانية حابد يشارك سرعة الغضب سرعة الغضب التصرف التصرف برد فعل والرد فعل يكون ايه يعني لا يتناسب معنا بحدة في حدة هو أصلا أصلا المعلم والمربي لا يجب عليه أن يعني يغضب واحد يقول لي يعني ما هما العيال بيتهقوني يعني ما هما العيال بيتطلعوا روحي في الحقيقة هنع رجع تاني هنع رجع تاني لموضوع العضلة العقلية أنا 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 أخدت تدريب ممكن أنا أعطوا سامحوني لو أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت بس فعلا لأن أنا شفت التأثير الإيجابي علي كشخص يعني أنا الحمد لله يعني مش كنت مش مش شخص غضوب يعني بقى يعني تأثير هذا البرنامج وهذه العضلة العقلية وعمل تجارب التركائي من ارقائي على المخفى إزاي بعد مسلا تدريب معايل او الحضور الآن أو الحضور اللحظة وإن العضلة عقلية ده المنتيل فاتنت نمت وكبرت بعد ست سبع سبيع من التدريبات و وانا بحاول تلوقتي اطععゃ مش يعني بحاول هي الفكرة الموجودة على عندنا في اسلامنا. بس احنا ماخدناهش على ايه? آآ يعني بحاول اعمل في الوقت برنامج يعني على نمط البرنامج اللي انا تعلمته في مع المدر في جامعة باستخدام الصلاة والاذكار والاستغفار والتسبيح والتهليل وكده مع عارف الحضور اللي هما لو واحد شافنا بعمله ولكن هو انت صوفي هو يعني صوفي بمعناها الحلو اه انا صوفي لو عاست اقول لي كده صوفي. بس هو ده اللي انا قريته مع الابحاث بيدعم العذرة العقلية اللي بتساعدك على انك ما تغضبش. ما تغضبش بسرعة. هذا هو يعني عدم سرعة الغضب مش حاجة مش حاجة او سرعة الغضب مش حاجة متركبة فيك. وممكن في واحد اسرع يعني بال بالجينات وبال طبيعة الانسان وبمكونات الخلقية وانت خلف كده ومساعد كده. هو واحد اسرع من الثاني في الغضب. لكن هل ممكن يشتغل عليها؟ ممكن يشتغل عليها بتنمية العضلة التي تجعله ان سيلف كومان. سيلف كومان يعني متحكم في ذاتهم. يبقى سرعة عدم سرعة الغضب او عدم التكلم اصلا 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 ممنوع انك ترد على مش ممنوع يعني المفروض عشان تصل تصل في علاقتك وفي تأثيرك على الطالب ما يجب ان انت يظهر من الطالب ان انت بترد بشخص بشيء شخصي. على فكرة هو الطالب اصلا الطالب اصلا لو قام بتصرف يعني كلام او بتصرف اه بجسمه من شأنه ان يقول ان هو عفوا في الكلمة الادب او هو ماش محترب او هو مسلا اخلي بقى وعد الصف. انا عاوز كل واحد فينا يتذكر ان هذا الطالب وده ما بقى او الشير الى مبدأ الرحمة اللي احنا تكلمنا عن المرة الفاتت ان هو ما بيعملوش علشان يديني انا كشخص. ودي نقطة مهمة جدا. هو ما يقول ليه هو الطالب عنده مشكلة. الطالب عنده مشكلة سواء شخصية او في البيت او عائلية او كده. وبتطلع على سلوكياته دي. فهو لما بيطلع السلوك اللي انا رافضه ده هو. وانا اخذه بصفة خصوصية هو انت مش واقف ما واحد صاحبك بتخنقه في الشارع. ده طالب عندك انت مربي. يعني ايه مربي? يعني على هادي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه? يعني انت عاوز تعمل من الفسيخ شربات. تعمل من اللمونة الملحة. يعني المسال شيخ الغزيرة اللي ارحمه ذكره في كتاب جدد حياتك. فاول الفصل يقول اعمل من اللمونة. اللمونة حضة حمضة. الفلسطينيين يقولوا حمضة. حمضة مش المنصريين حمضة يعني بوزك. يعني لأ. هي حمضة يعني. من الحامض يعني. انها السدك يعني. فتحط على تعملها شربات بتاعتها عصير يعني. بيبقى تشربه مشروبه جميل جدا. فهو الولد ده هو زي اللمونة دي. انت بقى دورك يا مربي بتعمله اللي هو العصير. هل هناك شيء اخر? في حد يشاركنا به? بس هزيم حق هذيفة دكتور ما عديدك? اه اهلا وسهلا. يعني اه عناصر للتواصل ده ما تبقى الطالب هو الاستاذ او الاستاذة والمادة العلمية المقدمة. ففي عنصرين لو هم موجودين هيؤدوا الى تعزيز التواصل وغيابهم ممكن يعني يؤدي الى ضعف التواصل. الخام واحد اللي هو الاستماع. الاستماع الجيد. فان الاستماع الجيد لما الطالب يستمع لاقرانه ويستمع للمدرس بتاعها المدرسة. فده يعزز التواصل. ولو المدرس نفسه ادهم القدوة بالاستماع لهم والاراءهم والافقارهم وعدم ضحط الافقار. يعني الاستماع الفعال فيها بسمون الاستماع الفعال. فده يعزز التواصل. ضعفه يؤدي لضعف التواصل او غيابه يعني. المادة اللي موجود ما بين الاستاذ والطالب هو الرسالة او المادة العلمية اللي هو هيبدأ يدرسها يعني. فالمادية العلمية وطريقة عرضها سواء بالحديث أو سواء بالعرض المرئي حسب تور العرض يعني فلو هي معروضة بشكل بسيط وسلس وواضح هتؤدي إلى تعزيز التواصل وضعفها يؤدي أيضا إلى ضعف التواصل ما شاء الله عليك دكتور أشرف طيب ما شاء الله أنا برضو يعني دكتور أشرف عندك في ميلو وبتاع فيعني كان هو يعني ما شاء الله عليك كان هو أيد المحاضرة دي فساعدت جدا بهذه المدخلة وفعلا الاستماع الايجابي وعلى فكرة مع انها مهارة بستة جدا إلى ان كتير جدا لا يجيدوها نعم اللي رفع ايه ايه كنت عايز بسأولها ريتك يعني مش كل الطلاب بحيث انه بينفع معهم دايما الرحمة والليين يعني مش برضو قليل من الحزم احيانا بمهم احنا طبعا صحيح يعني هو الرحمة يعني لا هي مع معناها ليين والاعملية سايبة ولا هي حزم ان هي عملية شدة يعني فتكسرهم هي اوافق باتفق مع حضرتك ما فيش حاجة سايبة لكن بتكلمة على الاطار العام الاطار العام هو انا محتوي لهلاء الطلاب باحتواء من الرحمة وازام رفع السلام ما اخوي ربينا امرين اللي اخترق ايسرهما بمعنى ان انا لو عندي يعني في قدامي طرقتين ممكن اتصرف ما هم مع الطالب بتصرف بالطريقة اللي هي اللي هي بتكون فيها يعني نتكلم بكلام عام احسن فبنرجع للكلمة الاستماع الايجابي مع انها مهارة بسيطة جدا الا انها كثيرون لا يجيدونها كثيرون لا يجيدونها وزبعا قلنا في كل نقطة من دول يبقى محتاجة ان الانسان يكتبه كده انا اتضرب على الاستماع اتضرب على الحديث اتضرب على المسلا لما اجا اتكلم انا مسلا كان عندي طالب بيشتقي طالب كنت رحت بتدريف في مدرسة فعطت مع الطلاب كده باخد منهم الاراء فطالب بيقول لي يعني انا ما بسأل المدرسة على سؤال فعلا بيقول بسأل بسألها سؤال فاتجاوب برضو ما بفهمش منها فبتقعد الكلم كتير وما بتاخدش النقطة فدي برضو بتبقى مهارة شخصية لو المدرس خد باله مسلا في الفيدباك بيخلي الطلاب يكتبوا حتى بدون اسماء يكتبوا مسلا رسالة توجهها للمعلم بتاعك ما تاخدهاش بصفة شخصية ما تاخدهاش بصفة ايه بصفة ما تاخدهاش بصفة شخصية اخدها بصفة ان الطالب فالأولاد بيقول مهما تشرح فايه لان لان الاستاذ ده عبارة عن عن طريق التفكير ويعني وزمن طويل من التربية والتفكير وطريق توصيل المعلومة فربما ياخد باله ان انا مسلا مفتح موضوع حد يسأل له سؤال بقعد ايه بقعد هلف حول الموضوع علشان ادخل للفكرة الرئيسة ولما لفت حول الموضوع كتير ميسيدي للفكرة الرئيسة فبالله بتلوغزيت مع الطلاب يعني الطالب ده عزت لو في الفداية او في ثانوي غير غير اعدادي غير ايه غير مرحلة الثانوية فاذا ما كانتش في استماع ايجابي مش هيحصل تواصل ازا ما كانتش الحديث واضح وواصل مباشر برضو مش هيحصل تواصل آآ هذه الاشياء طبعا الشريحة هذه ملخص يعني اللخص اللي حضرتك قلت شوفوا يا ما شاء الله قلتوا كل الحاجات اللي انا ايه اللي انا كنت معنى الثناء والتعزيز توقعات الايجابية لغة الانتماء يعني ايه لغة الانتماء يعني يعني بتستخدم مسلا الاسم المفضل لدى الطالب آآ تستخدم اشياء تجعل الطالب يحسوا بانه بينتامي للصف دي او المجموعة دي او الحلقة دي يعني انا جاي وسط مجموعة الجو واللغة والابتسام وبحس ان انا جزء منها بحس ان انا جزء منها مسلا مش واحد مسلا آآ يمكن آآ وده بيحصل يعني ان شاء الله ما يحبه بيحصلش عندنا كمفروض يعني كمشلمين يعني ان هو التمييز لان يعني للأسف الشديد بسلا انا عشت في بلد عربي آآ وكانت تنمر ضد 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 الابناء اللي هما مش من البلد دي آآ وكنت بروح مدارس كده لان كنت مشرف على الطلاب اللي هم المتدربين المعلمين المتدربين اللي هما لسه هيتخرجوا عشان يجبوا معلمين فكنت بروح مدارس فكنت بلاقي ان شكوى دائمة ان الطلاب اللي هما من سوريا ومن مصر ومن كانوا بيشتكوا انهم آآ بيحصل تنمر عندهم فاذا انا الطالب مش حاس انه بينتامي للصف ده فمش هتلاقيه مركز معك ولا عاوز يتعلم اصلا لغة الجسد اللي هو مثلا زي التواصل البصري آآ اتهاكم آآ شفت ايه على مسلا واحد اجابة اجابة هنقول مش متوقع منه بمعنى ان مسلا مفروض انه في سنة ربعة يعرف البتاقى او بقى له سنتين يدرس بتاعه ويبقى عارف المعلومة دي معرفهاش مسلا فلا يعني ايه من باب الرحمة من باب انت هقول اربع سنين ومعرفش الكلام ده انت في سنة ربعة ولا في سنة خمسة انت بقى لك سنتين تدرس طيب انت معلش يعني لما انت لما انت تهكمت عليه بالطريقة دي هل انت صلحت اللي عمله لم تصلحه بل انت زودت الشرخ اللي هو موجود بينك وبين قريدي فاحنا لا بنتهكم ولا بنصخر بل بناخده بقلب من الرحمة وبنشوف هو واقف فين وبنبني ولا بنقلل من اجابته ماشي هل يمكن انا ان احسن علاقتي يمكن ان احسن علاقتي مع نفسي زي ما قلنا في الشرح القابل اللي فاتت نعم هل يمكن ان احسن علاقتي وفاهمي مع الطلاب اكيد اكيد تتعرف على طلابك ونمط تعليم وتعلم طلابك انت كمدرس عندك نمط في التدريس وانا لو دخلت لاي حد انا دخلت صفوف وعملت يعني مرات لا حصل عليها فانا ما بقعد كده مع المدرس بشوف هو بيبين طريقته في التدريس هو طريقته كده ليه لان حسب بيدرس حسب نمط شخصيته وبيعرقش بقى المفروض يتضرب على ان فيه انماط شخصية قاعدة قدامه بتفهم بطريقة تانية غير اللي هو بيشرح بها فييجب ان انا لما بتضرب على على انماط الشخصية في التدريس بالتالي بقى اعرف نفس التدريب بيعرفك انماط التعلم عند الطلاب الطالب ده بيفهم لما بأعمل كزا لما عمل اشياء واحد اتنين تلاته باصل لالطالب ده واحد اتنين تلاته اصل للطالب تاني واحد اتنين تلاته اصل لالب التالت فبالتالي اتعرف على طلابي واقدر اوصل لهم ايه اقدر اوصل لهم بسرعة ن αυτό طبعا كلنا اه اعرفش اذا كان غالبية الحضر يعلم طالب في بلدنا العربية عن متن. اه اللي هو ايه? الشخص منطوين. منطوين يعني بيتكلمش كتير. اه يعني هذه صفة موجود بيسموها يعني اه اكستروفيرت وانتروفيرت. انتروفيرت واكستروفيرت. اللي هو الشخص اه الشخص الذي يتحدث للداخل. يعني لو جبت مسلا مئة في المئة من حياته. بتلاقيه مسلا سبعين في المية ستين في المية. ما بيتكلمش الى لما تقول له انت اتكلم. ولما بتقول له يتكلم او ديته الفرصة يتكلم بيجاوب صح جدا. اه ما بيتكلمش الى في مجموعة صغيرة. اه وان تو وان. لكن قدام الصف كده يمكن ما بيغير. احنا على طول الصفة السلبية بتاعتنا يقول ايه? اصلاك صنطوائي مش اجتماعي. طبعا بيطلع في اهتماء وهو مش اجتماعي بيبيتكلمش كتير بيحبش بالام مع الناس بالصفة السلبية. مع ان الشخص ده انا اتعاملت مع الانماضية وكدت مسلا زي في الكلية اللي انا كنت فيها. اه اللي هو مرشي يسمو ايه? رائد. رائد اللاجنة الطلبية. يعني عارفين الاتحادات الطلبية. ففي احد الكليات هنا كنت انا اللي هو مشرف بتاع فالحقيقة كنت اعلم لهم الاختبار ده. واشوف مينهم مش الانطوائي يعني ده تسمية لها مغزة لها دلالة سلبية وانا بيحبش استخدم الدلالة السلبية. فتدي له الوظيفة اللي هو تتماشى معه بيعملها احسن من الشخص التاني. مش احسن منه ان هو افضل منه لا. بيعملها بطريقة افضل من الشخص ده. والتاني بيعمل حاجة تانية افضل من الشخص ده. فاحنا مش بنقاريره من بعد على سبيل السباق. لا احنا بناخد ده ممتاز في ايه? فبحطه بوظفه فيها. وده ممتاز في ايه? بحطه بوظفه فيه. بس هالاول عمل ايه? آآ ادماط التعلم عند الطلاب. وده بيرجع لي ادماط الشخصية. يبقى انا بلخص كده قبل ما ننقل بقى على الهادي النبوي. ان المهارات الشخصية يجب علي ان انا اتعرف على ذاتي. طريقة من التعرف على الذات هي ان انا مسلا ادرس انمات الشخصية. وتعرف على طلابي وطريقة من التعرف على الطلاب ان انا اعرف انمات التعلم لديهم وانمات التفكير عندهم. كده يبقى انا بحسن واطور مهاراتي الشخصية اللي هي مع الاخرين. يبقى كده انا اتعلمت مع نفسي بعد. كده انا اتعلمت مع نفسي. طيب. هنشوف الرسول على السلام. اه طبع احنا شفنا الشريح للمرة الفاتح اللي هي المهارات المهنية. ماشي. بنلالباء عن المحتوى المحاضرة بتاع اليوم اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو بعد اعوذ بالله من الشيطان النريم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. اذا الرسول على السلام الله عز وجل ارسله من الناس. يتلو. يعني تعليم. اه. يتلو عليهم ايات بيعلمهم. يعني هم علم. ويزكيهم. بيطور مهارتهم. ويعلمهم الكتابة والحكمة. يطور مهارتهم. في التفكير العقلي. والتفكير النفسي. والتفكير الروحي. يعني بيطور مهارتك كلها. وان كانوا من قبل في ايه ضلال مبين. لبه هذا ايه. هذا يعني هو يعني الله عز وجل ما ارسل النبي الا ليعلم. ويعلمهم يعني معلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الى الاعطى. عن جابري بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال. ان الله لم يبعثني معنطا ولا متعنطا ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا. معلما ميسرا. الحقيقة. وانا بحب كلمة في وصف المعلم. هو الميسر. المسهل. الذي يسهل العملية التعليمية. الذي يأخذ بيد الطالب ليرتقي خطوة. وبعد ما يتمكن منها ياخذ الخطوة اللي بعدها. ويتمكن منها. ده التعليم. ده التعليم اللي هو التعليم الذي يبقى اثره. ماذا الحياة. فلانه النبي الاعظم قال يعني بعثني معلما ميسرا. يعني ميسرا. هنشوف تلوقتي امثلة واقعية. كلها احنا مش هنعمل قادي غير ان نقول حديث ونعلق لي. حديث ونقول علق لي. حد ساعة ونعلق لي. رقم التلاتة. فالله عز وجل يذكرنا. فبما رحمة من من الله. لانت لاهج. بانك معلم. وبرحمة الله. واحنا قلنا مدخل الرحمة في التعلم. مدخل الرحمة في حب الناس. مدخل الرحمة في ان ياخد باديهم من النقطة الف لنقطة باء. من النقطة اللي هما حايزهم لا يعلموا شيء. ليعلموا شيء. من الظلمات الى النور. وحتى داخل نور ده في درجات في النور. ياخد من درجة الى درجة الى درجة الى درجة ويطلع بيهم على ايه عاليين. ولو كنت فضلا غليظ القلب اللي احنا قلنا عليها بالوقتي. الاشياء التي تعازز التواصل. تمنع التواصل الفضل وغز القلب والرد وعدم الاحترام وعدم التشجيع وعدم التعزيز وعدم الاثابة. لم فضوا من حولك. لم فضوا من حولك. هاتش يسمع لك. حتى لو قعد في الصف. انه غصب عنه لازم ينقعد في الصف ماذا يسيبه الصف. هي بقاعد. لكن قاعد بجسمه ومخه ايه? مخه الاطارات التي سنتكلم فيها. طبعا مش هندي كل واحدة ولا ربع حقا ولا عشر حقا. بس انا بديكه. يعني النتفة. النتفة يعني الشيء البسيط جدا. بتشمل العلاقة بين المعلم والطالب. الوسائل التعليمية. طرائق التعليم والمحتوى. ايه العلاقة بين معلم والطالب? العلاقة. العلاقة. يعني ما بتكلم بيسمع لي كده. بيضحك سوا. وبيسأل سؤال لهو مش فاهم. وانا بستمع للسؤال. وطريقة ردي. وطريقة ردي والتفاعل. عملية التفاعلية. العلاقة مع المعلمات ده عملية ايه تفاعلية. ايه الوسائل التعليمية? الوسائل التعليمية هي الادوات. الادوات اللي ما استخدمها. تبشير. صبورة. اه اه كمبيوتر. حاسوب. عارض. اي وسيلة بقى. ورق. الوان. وسائل. وسائل. اه طنس الصال. دي كلها وسائل. الطرائق هي الاستراتيجيات التي استخدمها. يعني بقى حاضر. بدي خطبة. بسأل سؤال. اه بقف ما اعملش مثلا اعمل حركة كده. عشان اخليهم يستفسروا. دي طرائق التدريس. يعني انا عندي محتوى جوه عوزا نقلو. الطريقة اللي انا هنقل المحتوى دي بيها اسمها طرائق التعليم. الوسيلة اللي هستخدمها. عشان لكي انقل المادة دي او العلم اللي عندي ده بيسميها ايه الوسائل. المحتوى ما كنت. المحتوى معروف. دي. ماشي. طبعا احنا قلنا اه الرحمة. اخليني قبل ما ابدأ اوريتم مثال بسيط جدا وكلنا عارفين الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لان لما كان يمر مر رسول صلى الله عليه وسلم في السوق فرأى جديا اسك ميت جدي ودنه فيها فيها عيب مقطوعة او ودن مثلا جدي بودن واحدة او ودنه مقطوعة او عيب خلقي يعني عيب خلقي يعني في ودنه وميت. كانوا كم نевич. رسول صلى الله عليه وسلم شوفوا رسول صلى الله عليه وسلم وقف وقال من يشتري هذا بدرهم? قالوا دة هو لو حي الصعاب قالو ده هو ده لو حي محدش يشتري بدرهم لهو حي فما بالك هو ميت يعني ولا ولا حق. رسول صلى الله عليه وسلم قال للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. الموقف ده في تخيل حضراتكم الموقف ده مساعة ما رساله سلام مر ولقى الجدي وقال لهم وسأل السؤال وده رد عليه ورساله سلام علق كده خدد ايه دي اتين تلاتة اربع دقايق انا اتقدش يعني هذي احنا بنقعد في الصف في مدرسة الاسلامية مدرسين يعني في مدرسة الاسلامية بنقعد نعلم المدرسين عشان عشان يعملوا اه جو تعلم رساله سلام في اربع دقايق اعطاهم درس وهذا الدرس اثر الدرس الهدف من الدرس ايه رساله سلام ايه الهدف المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن اه التخطيط لدرس بخطط لايه للموضوع الدرس واقول هدف الدرس ان يتقى مسلا الدرس اللي صلى الله عليه وسلم عمله في الاربع دقايق دول هدفه كان ايه ان يتعرف الطالب على قيمة الدنيا الحقيقية ان يتعرف الطالب ويكتسب ويتمثل ويتفاعل ويتعلم ويعيش معنى قيمة الدنيا وبناء على قيمتها هيقدر يتصرف سلوكياته بعد كده انا بعمل كده لي ده هي انها تساوي عند الله جانا بقول ده ده مش بتساوي حتى الجدي الاسكل الميت ده 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 الهدف من الدرس طيب الوسيلة التعلمية لو studios他的word سلم تستخدمها تخدم الوسيلة استخدم الجدي او الجدي الجدي الميت ده دي وسيلة هون استخدم حاجة حسية وخليهم ايه يبصوها تبقى الطريقة التي تستخدامها دراسة السلام اللي هي الاستراتيجية عشان ينقل المعلومة اللي عنده استخدم السؤال من يشتري وعلى دين سؤال ايه سؤال ما لهش علاقة بالموضوع لكن هو سؤال عشان هيقود السؤال عمل ايه السؤال عمل اثارة ذهنية في الطالب. وطالما الطالب اثير ذهنيا. فبدأ. حسر حد يشتري ده. اكيد لا. طب تعال نستنى. طبعا شوف هيقول ايه. فالطالب الوقت مستنى الرسالة اللي هيدي. اللي هي والسلام اديه لهم فيه الاخر. شفتم موقف اربعة ثلاثة اربعة دقائية. حسر فيه الموقف التعليم. والحقيقة ان التعليم في المدارس او التعليم في الحلقات او التعليم في المساجد او التعليم في اي مكان في البيوت. ما هو الا تمثيل للتعليم الحقيقي. هو التعليم الحقيقي هو التعليم اللي بيحصل في الحياة. المربي الحقيقي هو الذي يأخذ المتعلم وبيأخذ بيده في الحقيقة ده ويمشي زي ما الخضر خاد موسى عليه السلام ومشي في الدنيا. موت ده قدام حد. هو هو ممكن الخضر موته قدام سيدنا موسى. لكن احنا كل يوم بنشوف عربية خفضت ولد من هنا. ما هو ده العربية دي من ثابة الخضر او ولد راح يسبح ربنا يا عافية ولدنا جميعا يا رب. راح يسبح فمات. الموجة اللي خد الولد ده وموته هو ده الخضر. فدي رسائل المعلم بياخد المواقف اللي بياخد مواقف الحياتية كل يوم ممكن نتعلم دروس. فالموقف الصفي اللي هو في الصف داخل الحلقة وداخل الصف الدراسي ما هو الا بنحاول بنحاول نجد نخلق بياء تعلمية. تعليمية داخل الصف تماهي وتماثل البيئة التعلومية اللي خارج الصف اللي هي اصل مفروض انسان يتعلمها من الدنيا كده. لان الانسان اللي بتتعلم من الدنيا يشوف هذا الموقف شايف يا ابني. شايف الموقف ده شايف الرجال بتعمل ايه كذا 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 كذا. يصبح التعلق لان شايف الموقف قدامي. وشايف اثره بإيجابي. فهتمثل الخلق ده. او شايف اثره السلبي. فابعد عن الخلق ده. لانا شفته. شفته بعيني. وشعرت به. فهذا الشعور وهذه الحالة النفسية التي التي يضع المربي فيها الطالب بتجعله يتمثل بالعمليات التعليمية. فبيستجيب للعمليات التعليمية. وبيستجيب للدرس. وبيتمثل الاثر التعلمي او الهدف اللي انا عاوزه ايه? يتمثل بيه. سوى عملها في اربعة دقائية. واحنا بنحاول طبعا في حصة اربعين دي ادى الحصة الواحد ما بيدرش يقول فيها حاجة. انت لو ركزت كويس اه وقلت الهدف وشفت القصة او القصة او القراءة او النص او او الاخر التي اللي انت بتدرسه تستطيع ان انت توصل المعلومة طالما الهدف واضح في حياتك في افهم مش حد. طالما الهدف واضح في الهدف من الدرس واضح تستطيع ان انت تعمل انشطة ايه? حوالين. طبعا قلنا باب من الرحمة. انا هقول العنوين بعد كده اقول لكم امثلة. اه رد الفعل والتغذية الراجعة. الرحمة قلنا الرحمة. ان يتعامل الطلاب. ان يكون يعني 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 يمتص كل اشياء سلبية في الطلاب. القرب واللين يعني انا هدي امثلة الوقت انا بقول لكم العنوين وهدي امثلة واقعية. اه قانس المواهب. ايه قاعد كده. طبعا دي دي تدريب. تدريب اللي كلنا مفروض نتعلم فيها لان احنا ممكن ممكن بقلت معرفتنا في ان شخص موهوب. اه يضيع. يضيع الولد مع انه عنده مواهب كتير. الاب والمو ما عندهمش فكرة. والمدرسة ما عندهاش فكرة. موهوب تبدأ الحساب السلام كان. اول ما يشوف حد عنده. تعال هنا. انت انت روح يعمل كزا. اه لما يكون رد فعلك اه التغذية الراجعة. او رد الفعل. لما الطالب يعمل حاجة خويسة او حاجة مش على قد كده. ازاي انت تقول كيف ترد عليه وكيف ايه. اه الحكمة والحكمة والصدر. اه. دية الايه? اه. زي ما قلنا. الشراكة في العملية التعليمية عفوا. الشراكة في العملية التعليمية ان المعلم والمتعلم هما زي ما بيسمونه انجليز يعني العملية التعليمية في التعليم التقليدي كان المدرس هنا كده. والمعلم والمتعلمين جايين كده يعود يسمعون خلاص. لا العملية التعليمية ما هي الا شراكة انا فس انا بس جاي اسهل العملية التعليمية. وانت شارك معي. ما انتش فاهم بتسأل. ما فيهمتش بالطرقة دي تفهم بطرقة تانية. فدي ايه? فيما يخص ايه? العلاقة بين التعلم والله. طب خلونا اعطي بعض الامثلة. طبعا الرحمة رسوله السلام اه ربنا قال له في الاية اللي احنا قلناها فبما رحمة من الله ايه? لانتلا. اه الامام النووي بيقول ايه? وينبغي على المعلم ان يحنوا على المتعلم. ها? ويعتني ايه? ويعنى به. كما يعتني بمصالح نفسه وولده. ونفس الايه? اه اه الامام الشافعي مثلا كان عنده طالب اسمه الربيع. فقال يا ربيع لو اه لو قدرت ان اطعيم اطعيمك العلم لأطعمتك اياه. ماشي. فابن جماعة دو كلهم يعني اساسة في التربية الاسلامية. اه ابن جماعة كان بيشترك في المربي اللي هو المعلم اللي ياخدنهم الطلاب. يقول طلاقة الوجه. افشاء السلام. اطعام الطعام. وكضم الغيظي واحتمال الاذاء. يعني شوفوا كفايات. يعني كان لو عنده مدرسة ابن الابن جماعة دا لو عنده مدرسة وعيان معلم عنده ممكن يعمل له اختبارات في ايه? في هذه الاشياء. ابن خلدون. يعني دي كلها بتقول ايه? بتقول ان الانسان يجب عليه ان يعتني بجانب الرحمة ولين الجانب واحتواء ايه? الطالب. ابن خلدون بيقول ايه? اه 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 الان ارهاف الحد في التعليم يعني استعمال الشدة في التعليم. اه مضر بالمتعلم سيما الاصاغر منهم. سيما الاصاغر. سيما الاصاغر منهم. ومضر على على كل حال. لكنه في الاصاغر ا اكثر ايه? ضررا. لانه من سوء الملكة. ومن كان اه مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى. سوف ابن خلدون اللي كتب المقدمة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس من ايه? انبساطه. يطلع هو شخص ما زال. الا هيخده هيطلع ايه. وذهب بنشاط النفسي ودعاه الى الكسل. ما خلاص ما هو ما يحبش المدرس. المدرس كلما يتجاهم في وشه. ماذا سيكون الداعي ان هو اه التودد للمتعلمين. التودد للمتعلمين. كان يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة. ابن عباس كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة. يقول نقطة. يقول حاجة. يضحكهم. يدون مثل. ها? ويقول جاريب ابن عبدالله ما حجباني رسوله وسلم منذ اسلمته. جاريب ده من اليمن. جبلي. اه يقول ما حجباني رسوله وسلم منذ اسلمته. ولا رآني إلا ضحك ما هو جريد ده طالب عنده يعني هم صحابة صحية بس هم بتعلموا منه يعني هو معلم هم متعلمين فدي كلها صفات منه و و و يصف ابن عباس في حديث طويل وكان اكثر الناس تبسما واطيبهم نفسا يمازح اصحابه ويحادثهم ويضاع ويداعب صبيانة اه واحد يقول له السلام شو اخذ على النفس بعد اتكلم مع الاطفال وبتاع ايوالله خلاص يبقى لانما يعني يعني يبقى علاقتك مع الطلاب في في حدود قليلة او تتعلم يعني اذا كان لابد يعني او تلاقي واحد ثاني يكون اقرب للعيدة التلاب سامرة ابن جندب قال قال لجابر ابن سامرة اني سامرة كنت كنا نجالس رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يعني الواحد بيقول سماك ابن حرب بيقول لجابر كنت تجارس النابس والسلام قال نعم كان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس في مصلة حديث طويلة جلس المصلحة حتى يطلع عشان فيحدث اصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويدحكون ويبتسم هذا وابتنى. ده مش بس ما بين الاخوة اللي هما الكبار في الاسرة وفي الحلقة. لا مع الطلاب برضو. اصلي معهم. اشتري ما يكونوا شباب كبار. طيب العكس انت لو عاتل مع الطلاب اللي ابتدأين هيبقوا اكثر متعة من الطلاب. يبقى اذا التودد والتعاطف ولين الجانب معهم من طيب. اه طريقة تانية من بناء العلاقة انك تحثهم على طرح الاسئلة. تحث الطلاب على طرح الاسئلة. اما يتكلم 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 يتكلم. لا. ان الناس سألوا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حتى احفوه بالمسألة. يعني سألوه كتير جدا. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء الا بينته لكم. لا لا يضيق ذرعا بالطلاب. وخلي بالكم. بقى اعيد واكرر. ان القدرة العقلية على تحمل المواقف الصعبة وكثرة الاسئلة هيجع على وقت الانسان بس يعني ممكن يزهق شوية يحاول. لكن ما يكونش كل كل وقته زهقان من الطلاب. ممكن يزهق مرة مرتين وواعدها ممكن يعتذر او يبين. لكن الغالب عليه لما تقول طالب اوصف للاستاذ ده. هيقول زي ما للصحابة واصفنا. كان دايما يلحب معانا وكان يضحك معانا وكان دايما يحكي لنا حكايات وكان دايما يقولنا السابق. واضح الكلام? يعني مثلا هنا قلنا قناص المواهب في الشريحة اللي فات. يعني ايه قناص? يعني ما يكتشف المواهب. قال زيدل بن ثابت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأنا ابن 11 سنة. عنده 11 سنة. خيال. أتي بي. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. فقيل. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من بني النجار. على زيد يعني. هذا من بني النجار. وقد قرأ سبع عشرة سورة. سبع عشرة ايه سورة. حفظ 17 سورة. فقرأت عليك. اكيد هو قال له اقرأ. سمعني كده بقى. سمعني كده. فقرأت عليه فاعجبه ذلك. طيب انها سؤال بقى عندي هنا. زايد ابن ثابت وعنده حتاشر سنة عرف منين ان رسول الله سلام اعجب بذلك. ما قالش مسهولة وقال له حاجة رسول الله سلام لو قال له حاجة كان قال. فقال لي كذا كذا. لكن هو ما قالوش فاعجب بذلك. وانت بتعرف الشخص اللي قدامك اذا اعجب بكلامك ولا مش طيه يسمعك ولا انت خلي اي مكان. صح? من قسمات وتعليم وعلامات والعلامات الوجهة. ما يبدو مثلا عينيه فاعنيه كده. ومسلا وعلامات التحجب. وابتسام. او ما شاء الله. او اي مكان. انه مكتوق توري الطلاب. مش مثلا الطلاب جاي لك. استاذ شوف انا عملت ايه. اي ده. ولك رسامتي مثلا اه. ممكن تكون الرسمة انت بالنسبة لك لا تعني شيء. لكن انت تمثل الطالب ده هو جاي لك وكله. ممكن انت تبدي شيء. وبعد انت تقولي التعليق بعد كده. فاعجبه ذلك فقال. فقال شوف بقى شوفوا ايه. لما شافوا. لما شافوا. يعني هو رسالسلام. لانه قانس المواهب. شافوا كده. فقال له ايه. تعلم كتاب يهود. تعلم. يا زيت. تعلم. عنده 11 سنة يا اخوان. تعلم كتاب يهود. فاني ما امنهم على كتابي. ففعلت. فما مضى لي نصف شهر حتى حذقتهم. شوف بقى. يعني هو يعني شوف المعلم لما طلب من الطالب وقابه له ان هو فرحم بيه. وانت بقى انا اختارك انت المهمة. المهمة خاصة. انت رجل المهمة الخاصة. روح يعلمني بتاع. قاعد نصف شهر ولا قاعد شهر ولا قاعد ما تفعل. انا بنقعد سيمستر والطالب يقعد سيمستر ويقعد فوان اوان. وانا خدت العبرية درست العبرية وان اوان اه. كمطلب من مطالب التخرج يعني. يعني محظقتهاش زي ما لم. زي ما حظقها وزي ما اتقنها سيدنا زين. فكونت اكتبوا له اليهم واقرأوا له كتابه. شوف. شاف تعالى حبيب تعالى. مش انت في العيي اي تعالى. انت في البروغرامي تعالى. انت في ديزاين في اه 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 او جرافيك ديزاينر تعالى. انت متشارف? انت في الكلام والتعالى. انت في الارجومنت والديبيت وتقوم بتقوم تتكلم تنشر الإسلام وتكلم من غير المسلمين تعال وعن ثابت بن عبايد عن ثابت بن عبايد عن زايد بن الثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية دغة قلت لا قال فتعلمها ليه بقى اختاروا ده وقال له أكيد شاف من المؤكد أنه رأى منه شيئا يدل على أنه يتعلم فتعلم فإنه تأتينا كتبهم قال فتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل بالزبط كلية ألسن على مستوى بسيط كده ويختاروا الطلاب اللي هم لكن احنا عندنا ايه في بلادنا افتح كلية الألسن افتح كلية حقوق افتح كلية تجارة وادخل فيه بالألاف اللي عاوزه اللي مش عاوزه اللي بالمجموع وكلام من كده يعني عشان كده وضع التعليم عندنا فتعلمتها في سبعة عشر يوما فقال الأعمشو كانت تأتيه كتبهم لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق فيه من هنا أطلق عليه لقب ايه ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي يعني قادي حاجة هنا فإنت برضو نكز مع الأولاد اللي عندك وتلاقيه مثلا وتلاقي الولد المختلف بطريق التفكير اقرأ كتاب عن كيف أكتشف الطلاب ايه المهارة تانية من المهارات التواصل للطلاب ده كله دي كلها بتبني بس عشان الوقت يعني هذه كلها تبني تبني قناة التواصل إيجابية وتجعل الطالب عندك طالب مدى الحياة مش هيدونه مدى الحياة طالب هيصد لمرحلة هيبقى زيك ويمكن أفضل منك فيما يفعله في الحياة يعني مش أفضل منك عفوا يعني هيبقى يعني سينجد المهمة التي أنت أخدت من أنشانها كمربئ ويحسن فيها ويطقن فيها ويعلم ناس ناين من الأشياء التي تساعدك على هذا وتبني أن المراعاة الفروق الفردية وإذا لم تراعي الفروق الفردية أسأت من حيث لا تدري إلى صنف وفئة من الطلاب الطلاب اللي عندك مش مش بيتعلمه بنفس الدرجة ولا بنفس السرعة ولا بنفس الطريقة وهذا لا يعني أن ده أقل من ده ذكاء وطبعا في نظرية الذكاء المتعدد نظرية الذكاء المتعدد والذكاءات فيها اللغوي وفيها الموسيقي وفيها الهندسي وفيها الرياضي وفيها 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 يعني فكم من أب وأم جنى على أبنائه بأنه حطوهم في بوطقة واحدة كلهم لازم أن يتصرفوا بالطلاب الفرنية اللي أخوهم الكبري والتصرفين كلهم لازم أن يعملوا زي مختهم الكبري زي ما خالتهم زي ما عمتهم زي ما ابن جرانهم زي ما عمك زي ما خالك زي ما أنا طلعت أعمل وعملهم كورنر كده وسجلهم فيه فكل يعني هو شخصيته أنا عندي كنت كتبت مرة على عملت بوست يعني جاي تشبيه للي بيعمل كده وقلت لا تكن مثلا هو واحد بيحب المانجا مثلا واحد بيحب المانجا فراح يشتري شجر مانجا عشان يزرعه عشان يأكل مانجا طول السنة وفي موسي المتاحه فملقاش شجر مانجا فاشترى شجر بورتقان فلما اشترى شجر بورتقان بس هو بيحب المانجا يحبش البرتقان فراح يعالج ويعطي الثماد ويرعى ويعتني بالشجر البرتقان كأنه شجر مانجا كأنه شجر مانجا بقيا ما كان بقى العناية يعني فطلع الثمر لا هو بورتقان ولا هو مانجا فهي الأولاد نفس الشيء ربنا خلق كل ولد من ابن من أبلادك في الأسرة وخلق وخلق كل طالب من طلابك لكي يؤدي مهمة معينة وهي شخصيوته دي شخصيوته دي وكم من مرة سماعت واحد جاي ابني بيحمل كسف كسف ومش عارف ايه ومهمل وبيعملش فيه بتاني والله انت بس خد يعني خد نفس عميقنا وعد وفكر وقول يمكن ربنا أنا مش بقول أن أهمله وسيبه وانا ما أقصد هذا ولكن ربما الصفات دي الصفات دي يعني أنا مثلا هقول لك أنا شيء كان بيثرني أنا شخصيا في مرحلة الثانوية وبدايات الكلية كده لما شوف مثلا اخر تزم جديد والاخ ده ايه مثلا جاي من ايه جاي من من السوق التجاري عارفوا انت عارفين بقى اللي بتوع التجارة اللي هما بيتجروا في السوق وبتاعه ولغتهم بتبقى يعني عارف تطلع منهم كلمات كده أنا ما تعودتش أقولها أنا أكون نفسي أقول مثلا أعمل زيهم كده وأقولي والكلمات اللي بتطلع عفوية مثلا حتى كلمات مثلا ممكن شتيمة ممكن بتاع أو كده يعني كنت باستنبع أقول لما ليه بيتصرف بتلقائية بيتصرف بتلقائية وهو ايه لسه ملتزم جديد كده فالمهارة اللي عنده دي احنا محتاجينها برضه المهارة اللي عنده ويفكرني مرة قصة أحد الناس حكاهلي في الإمام حسن البنى فالتحق بيهم التحق بيهم واحد واحد كان بلطاجي يعني كان قتال قتلة فطبعا هو قتال قتلة ده يعني أي مشكلة بتقابله ما عندهش غير الدب ما فيش ما فيش ما بيفكرش ولسه بقى جديد لسه داخل لسه ماشي معهم اسبوع اسبوعين لسه بقى ايه بخدس على الجو فدخلين قرية كده فالظهر العمدة ولا ايه بعطهم شيخ الغفر واقف ما فيش درس النهاردة مش هتدخل المسجد ولا هتدعو الناس ولا بتاع فالأخ ده واقف بقى وراء فطبع يلعب ايه والناس بقى ما يتكلبوا وهدو ودعوة بالحكم وهو معهدها الحسن أو تعوي والسأختنا ده بقى ما عندهش حكم على معهدها الحسن اا هموته ازاي مش بيسمح لناش ندعو في سبيل الله قال له هتموته هتموته هتروح في النار قال له اروح النار في سبيل الله فطبع نافش عاسم هروح النار في سبيل الله بس هي الفكرة اللي انا عاوز اقولها ايه ان الشخص ده عنده مهارات ربما ربما هو الناشاء الناشاء دي لكي نستفيد بها نوعا ما لما بيلتفق بدرج بتاعه. واضح الفلوق الفردية. فمش كل الناس هتطفع بتفكر في الرياضة ولا بالعلوم ولا بالطب ولا بالهندسة ولا. لا ابت. يعني يعني احنا محتاجين كل ايه? كل المهارات. ابن صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاش الانبياء امرنا ان ننزل الناس منازلهم وشوف الحتة للعلاقة بالفلوق الفردية. ونكلمهم على قدر عقولهم. تلات كلمات ونكلمهم على قدر اربعهم. ونكلمهم على قدر عقولهم. دي اعوضوا يعلموها الفروق الفردية اللي هي. يعني انت ما بديتكلم. في ناس هتفهم لو بتكلم بتراديو. في ناس هتكلم بتراديو. بس? هات قادل ايه? الفروق الفردية. تقديم اللي هو الفيدباك. تقديم الايه? الفيدباك. مثلا. يعني ابن عباس. انا رجل. اتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال. اني ارى الليلة فذكر الرؤية. شفت كزا وكزا وكزا. فعبرها ابو بكر. فقال صلى الله سوف اه. ادي موقف تعليمي. طالب عندك قام وقال الشيء. فراح وقال طالب تاني راح نعلق على الشيء ده. وانت كمعلم واقف عمل تبص على العمل. عملية التعلمية ده عملية على فكرة لو لو احنا تمثلناها كما اعطاها نبي صلى الله عليه وسلم هتبقى عملية ممتعة جدا. انت الطالب اللي بتكلم ده روح بتتكلم. نفسي بتتكلم. عقل بتتكلم. يعني عارف هو حاطط يعني كله بتكلم. فانت لا تصغره ولا تحقره. بس. خد روح دي. والطاقة اللي طالع مينه دي. واحد يصيره كده بكل اعجابه. وتفاهم. وحضور ذهن. ماشي? فعبرها ابو بكر. ادي طالب حكى الرؤية. والطالب التاني اللي هو سيدنا ابو بكر. قال قال علق على الرؤية. انا رأيي ان كزا كزا. انا بتهيل انك شفت كزا. يعني دي معناها كزا وكزا 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 وكزا. وانت ده السلام قاعد. ده السلام. ممكن يكون رؤية تفسير ابو بكر ده غلط. اقعد يال. قعد انت. ايه اللي انت بتقوله ده. مش اللي ما يبقى لك في تفسير الاحيان تتكلم. هذه ليس بطريقة المعلم. لكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الكلام. عليه الصلاة والسلام. اصبت بعضا واخطأت بعضا. شوف الرد الفعل. يبه هو اداله ايه? اداله فيه باكه. اصبت بعضا. فقال اقسمت عليك يا رسول الله بابي انت لا تحدثني من الذي اخطأت به. فقال لا تقسب. وقال له لان. عن ابي ابن كعب قال اقرأني رسول الله سورة فبينما انا في المسجد استمعت رجلا يقراؤها بخلاف قراءتي. فقلت من اقرأك هذه الصورة? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نفس الصورة انا حفظها بس حفظها ابتالي مختلفة. لا تفارقني حتى اتي رسول الله. ايه تعالا نروح انت انا انا وانت اللي صح. فاتيناه. فقال يا رسول الله ان هذا خلف قراءتي في الصورة. التي علمتني. قال اقرأ ابي فقرأت. فقال احسنت. فقال الاخر. اقرأ فقرأ. فقال بخلاف قراءتي فقلت له احسنت. فقال له احسنت يعاني الكنين احسنت. ثم قال ان هذا القرآن انزل اللي هي القراءة انزل على سبعة ايه احرف. والطالبين دول اللي هما اصبحوا علماء من اللي هما نقلوا هذه القراءات لبعدهم واحنا عندنا القراءات لغاية الوقتي. دول كانوا انا يعني انا اريدكم ان احنا نتمثل توقيت الصحابة في هيئة الطلاب. هو ده مدرسة. صلى الله السلام المعلم ودول. فدت على الامداء الكذا وده كذا واختلفوا تعالى تعالى. يبدي تغذية ايه? التغذية الراجعة. الحكمة. الحكمة ايضا انا انا طبعا هاخد مثال او اتنين من هنا. في دي كلها بتبني بتبني علاقة يعني درح انا بقرأ وانت بتقرأ تبقوه. اعطالوا تغذية راجعة. ابدى له من بشاشة الوجه ما شجعه على انه يتكلم. وروح يتعلم السريانية وتعلم الله. الحكمة والصبر في معالجة اخطاء المتعلمين. الحكمة والصبر في معالجة اخطاء الايه المتعلمين? ما قصوا علينا الصحابي معاوية بن الحكم السلمي. فقال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ عطس القصة المشهورة. واحد احنا نصلي. عطس. فالناس ايه? يرحمكم الله. واحنا بايه? هم بيصلي. عادي. فقلت يرحمك الله. ده هو ده معاوية بيقول فرع. 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 ايه? يقول له ورحمك الله احنا في الصلاة. فرمان القوم بابصارهم. فقلت واثاك لاماه. وانا عملت ايه اللي انا ايه اللي انا هببته? واثاك لاماه. ما شأنكم تنظرون الي? فجعلوا يضربون بايه. وبيتكلم كمان في الصلاة. فجعلوا يضربون بايديهم على افخادين. انت تدخيل ده موقف تعليمي. انا انا الاحاديث دي لما يعني انا انا اخدت على نفسي عهد ان انا افتح كتاب كتب السنة. وعلى فكرة في كتاب يعني يعني يعليني الوقتي. عملت الارضب وجاري من من فترة يعني اه لا اذكر اسم الكتاب ولا اذكر المؤلف تلوقتي. لكن لكنه كتاب عمل عليه صاحبه يعني عشرين سنة يمكن. علشان يلخص كتب الاحاديث الستة. ويشيل منها المتكرر في المعنى والمتكرر في اللفظ. فبقيت منها اه يا خلص انما الاعمال وبالنية ورد بصيغ متعددة. فخلص. خدت منها حديث واحد اللي هو في البخاري ومسلم. انما الاعمال وبالنية واحد. سبق كل ايه الروايات المتحدة لانها ايه? ايه الروايات كلها بتددي نفس المعنى. فهو عاوز يحط لك حديث واحد بدل ما يشغلك بايه? فشال المتكرر في المعنى والمتكرر في ايه? في اللفظ. فاصبع عنده ثلاث مجلدات. لو قرأتها ولو كنت عندك. كده اصبت بايه? اصبتي مش عاوزه لك مئة في المئة من السنة بس تسعين في المئة. وما تسعين في البيئة في السنة بقليل. فانا بقى بقرأ الاحاديث كده. كل احاديث بقرأه بقرأه من وجهة المعلم. يبقى عدد بص كده انا كمدرب المعلم بشوف كده ايه ما الذي يعني? ايه الاستراتيجية او الطيقة اللي ممكن نستخدمها من رساله السلام? فقال فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رساله السلام بابي هو وامي ما رأيت اشوف شوف شوف ايه اخوانا شوف شوف الرد الفعلي بتاع الصحابي ده قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما. دي شهادة شهادة يعني عارف اللي عارف اللي الطلاب يعملوه للمعلم في اخر السنة ده ادي له يعني تقدير لحظة رساله السلام ما رأيته معلما احسن من تعليما منه فوالله ما كهراني. يعني ما وبخني. ولا ضرباني ولا شتماني ولا لاماني ولا قال لي ايه اللي انت بيعمله ده? ايه اللي انت بتهببه ده? انت متش عارف. خلاص. ابو عطس. وخلاص. وانت هنا. يبقى احنا بنتلم على الصارة اللي جاية. الصارة اللي فاتت دي خلاص امرها فقال يا معوية ان هذه الصلاة لا يصلح فيها. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير والتهديد. الصبر على الخطأ السلوكي للمتعلم. المتعلم عمل خطأ سلوكي. ما استجبش للامر. فيعمل ايه? والحديث المعروف. شوف انا يعني بسيت للقصة بتاع سيدنا. انا اسمى الشهورة بكل ما عرف انها خدمت الرسول رسلا. كان الرسول عسلا من احسن الناس خلقا. فارسلني يوما لحاجة. فقلت والله لا لا اذهب. وقال له روح اعمل حاجة. فهو في نفسك. قال لسه هروح اعمل شوار ده. فقلت في نفسي لالله اذهب. وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى امر امر يعني فخرجت حتى امر على فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبونا في السوق. ونسي الحاجة بتاع رسول الله سلام وقعد يلعب زي صابي من الصبيان. وكم من مرة انت قلت لولادك يا وحعمل الحاجة وعملهاش. المهم طريقتك انت في بعد ما اعمل. المهم. يبقى اذا ايه? الحكمة والصبر على في اشياء كتيرة جدا جدا في هذا الباب. لكن انا اريد ان انتقل الى نقطة تانية وهي التعزيز. التعزيز يعني ايه? التعزيز اللي هو بالانجليزي ري انفورسمنت. ري انفورسمنت. اللي هو الطالب قام بشيء جيد فانت ما تهملوش. هو الطالب بيبقى عامل شيء جيد وعملي بالصلاة. متوقع منك رد فعل. فانت لو اهملت رد الفعل ده الطالب بيحصل عنده. ولو تكرر الهدية بتاخد طالب ليس عنده استثارة ذهنية. يعني خلاص ما هو فقط يعني لكن ايه بالتعزيز? يصبح عنده ايه? الرغبة في التعلم. انا عمل له كذا عشان الدين مثلا الحلوة او الشوكولاتة او تاندي. انا عمل له كذا يعني. اه اه اه. ماشي. في مثلا من ضمن التعزيز كما قال بشموند السحمة. قال لي الابتسامة. عن جريب ابن عبدالله. قل ما حجبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اسمت ولا رأاني الا ايه? الا تبسم. الثناء على المهارة. الثناء على المهارة. مرة تانية. الثناء على المهارة. خطه حل. صوته جميل. اخرج الغنة بطريقة. لا تمرر هذه. لا تمرر هذه. فقال لابي موسى الاشعري. لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة. انت لو تعرف انا اسمعتك وانت بتقرأ انبارا كنت ماشي من جنب الخيمة بتاعتك. واسمعتك وانت بتقرأ. فعجبني صوتك جدا جدا يا ابو موسى. فقال لقد اتيت مزمارا من مزامير داود. شو بقى? فالطالب بيقولوا ايه? يا بس انا لو اعرف انك كنت بتسمعني. كنت زودت بقى وايه? وحبارت بقى وايه? جلجلت بقى بصوتي وطلعت المنشاوي وعبد الباصل اللي عنه. شوفوا التغذية الراجعة كانت تعزيز. فطبعا عمر موسى يا رضي الله عنه عمر بقى ما يهون بقى في صوته بعد كده لازم ان يطلع في اعلى الاعالي من من درجات الصوت ويحسنه. اخرج مسلم عن اباي بن كعب. قال قال رسول الله الله سلام يا ابا المنذر اتدري اي اية في كتاب الله معك اعظم? قلت لله موقف تعليمي. انت عارف اعظم اية عمعك ايه يا ابا المنذر? فقلت الله هو رسول اعلم. قال يا ابا المنذر اتدري مرتين? فقلت الله رسوله اعلم. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهو أتدري أي آية من كتاب اللي معك أبدا في المرة الثانية أبيئ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلي آية الكرسي فضرب على صدري شوف الحركة دي أوجيه دي من الرصاص تعزيز نوع من من التعزيز قال ليهنك العلم أبا المنذر يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام انت عليك يا متعلم وعالم الإطراع على مستوى الطالب عن أبي هريرة رحمة ممن أعصاد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال رسول الله سلام لقد ظننت شوف بقى الكلمة بيقول له من أعصد الناس من أفضل الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله في المقيمة فقال رسول الله سلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول من لما رأيت من حرصك على الحديث شوف بقى ورساله السلام سئل سؤالا. فقبل ما يجاوب على السؤال شوف هي دي الطريقة اللي انا خدت منها في الحديد دي الطريقة على رساله السلام. قبل ما يجاوب على السؤال راح مديره الحتة بقى لا ايه? يا سلام. انا قلت ما يسألش السؤال ده اللي انت. لان انت عندك يعني من اللي شفته من تفقير من تفكيرك وطريقة تفكيرك وتنقل ترورك الامور وطريقة ابدائك لاراءك تجد له بقى حابة تحبيش كده في الاول. ووصل اخر رساله السلام فيه. وانت تستحق ان انا اجيبك اسعد الناس بشتفاعتي من قالت اذا لا اله الى الله خالصا من قلبه. شوفوا ليه? شوفوا الاطراء على مستوى الطالب يبقى يجعل نفسية الطالب لازم تتقبل لدي. كل الاساليب دي. عندي عشرات عشرات تقترب من المئات من الامثلة من الاحاديث النبوية لكن عشان الوقت فانا خلاص يبقى ايه? احنا عملنا اه بنينا علاقة ايجابية مع الطالب وشوفنا اساليب كتيرة جدا لبني بها علاقة ايه مع الطالب. اشياء اكيد انا شوف كل ما اقول هانقل على النقطة اللي بعدها لا امثال جميل. عن عبدالله ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسوله السلام يصف عبدالله وعبيد الله وكثئ يعني يعني بيصفهم يعني وفلال كذا وده طويل وده كذا وده يعني يثني عليهم ويصفهم كثيرا بيذكرهم كثيرا والطالب لما يلاقي المعلم بتاعه بيذكره كثيرا بيفرق. فاااااا وكثيرا ايه من بين العباء ثم يقول من سبق اليه فله كذا كده يقف كده انا هوقف هناك كده ويقف كده وله يجي اليه اسرع فله كذا وكذا يعتيلوا هدية يعتيلوا كندي يعتيلوا كذا فيسترقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتازمهم على آية حق إن شاء الله تكون الفكرة واضحة أنا بس عشان الوقت وسائل العرض عن استراتيجيات أو الوسائل التي تبني علاقة طيبة وإيجابية مع الطالب وسائل العرض طبعا يعني إيه يا وسائل الوسائل كل ما تستخدمه لإيضاح رسالتك يعني هي الوسائل التعليمية أجهزة أدوات مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وهو كان ممكن يقول بدون ما يستخدم لكنه مثل كده مثل كده قتل من الحرير أخذ حريرا فجعله في يديه في يمينة وأخذ ذهبا وجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي أنا شايف حرير شايف ذهب دي بيستخدم الحاجة الحسية هنا استخدم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول إن هذين وبين الطلاب فأنت لازم تستثير عينين وأذن طلابك وبالتالي العينين والأذن بيستثيروا بين المخ والقصة اللي أنا قلت لك عليها الجدي الميت الجدي الميت استخدمه كوسيلة من وسائل يعني يدي ميت ويمكن راح تطلع فاستخدم النبي البراع إنه استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء في تحويل ما ينفر الناس إلى درس اتعلمه سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قولي الحاجة كده أشتغل عليها قولي صفة كده عشان أحسن نفس أو أطول نفس قال قل ربي الله ثم استقل قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخافوا علي إيه الحاجة اللي تخاف علي من ما أعملها فرسول الله ما عارفه فقال فأخذ الرسول الله سلام بلسان نفسه رسول الله سلام مسك يعني لسانهم الطاهر صلى الله عليه وسلم مسك بلسانه خرج مسك بصوابعه كده وخرج لسانه كده تأهما هو كان ممكن يقول له لسانك لكن لما خرج لسانه كده البصر البصر في أثناء هذه العملية يتفاعل مع أمسك عليك هذا قال هذا ما يكون ممكن يقول اللسان فسوف تفعيل حواس المتعلم دي كلها ايه وسائل توضيح ومجسمات بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث وفي الحديث المعروف آآ رسول الله عليه وسلم جلس خط خطا طويلا كده وقال هذا اجل الانسان خط عمل رسول الله عليه وسلم عمل تخيلوه عمل مربع ماشي وخط في الوسط المربع يعني مربع هو وخط نص كده خط في الوسط وخارج منه خطوط صغيرة ماشي فقال هذا اجل الانسان اللي هو الخط الطويل ده والمربع ده وهو محيط ايه وهذا اجله ها هذا الانسان اللي هو المحيط آآ عفوا الانسان اللي هو الخط اللي رسول الله عليه وسلم عمله وعمله زي ما يكون يودين كده في النص وهذا اجل ومحيط به يعني مش هيقدر يخرج عن اجل ده العمر كان ممكن قال لهم او في حديث تانا يعني الانسان لن يعيش ساعة او دقيقة اكتر من التي هي مقدرنا ماشي آآ استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للاشكال والا استخدام الايات الكونية يحصل رعد يحصل برق يحصل زلازل يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الملخص الملخص ان انت بتسخر الوسائل اللي حواليك وسائل بقى تليفزيون فيديو جرائد مجلات احداث حصلت في تستخدمها وتعلق عليها وتدخل الطلاب فيها وتشركهم في العملية التعليمية طيب ننتقل يبقى بنينا علاقات مع الطلاب تاني حاجة استخدمنا وسائل استخدمنا وسائل تالت حاجة طرائق التعليم ايه طرائق التعليم يعني هنقل المعلومة اللي عندي ازاي? قعد اتكلم كده زي ما انا بقى هو طبعا طبيعة الزوم بتخلي الواحد يتكلم وانا مش بحب الطريقة دي في التدريب يعني مش بحب طريقة المحاضرة يعني لكن اه لكن ان شاء الله مع الطلاب فيس فيس كده بيبقى الوضع مختلف. اه. احنا وقفين عند الشريخة بتاعت العلاقة بين المعلم والطالب ما اتنقلناش. ايوة هو الحقيقة ان ان انا ما كان عند طبعا الاحاديث كثيرة جدا. يعني برك الله فيك على السؤال. اه الاحاديث كثيرة جدا. ووضعها في شرائح كان هيبقى يعني صعب علي بالنسبة كان الوقت مضغوط. فانا اه بستسمحكم ان انا اقول الشريحة اللي موجودة دي مش في حاجة نقصة. انا يعني هي انا حبيت احط رؤوس الاقلام. وانا بقول الاحاديث تربطوها بشريحة الطرق الرأسية. انا باعمل عليها وطلعها في مذكرة ان شاء الله. يعني بحط الحاجات دي كلها في مذكرة تدريبية للمعلمين. بحيس تكون مرجع ليهم. وفي كتاب حقيقة كلاسيكي. كلاسيكي يعني قديم للشيخ عبدالفتاح ابو غدة. عبدالفتاح موجود. رحمه الله يعني. الكتاب موجود. اه على الانترنت. لو بحثت عنه. الكتاب. النبي المعلم او النبي معلمان. اه لو كتبته مثلا اه عبدالفتاح ابو غدة النبي هيجيب لك تششش. انا مش فاك النبي المعلم. النبي معلمان. شيء في هذا القبيل. اه 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 اعتمدت عليه. وعلى مصادر اخرى كثيرة. و و و كان الفتح في في هذا الكتاب ومن الكتب اخرى ان انا اروح للسنة ذات نفسها. واعرض نفسي مباشرة للاحاديث. وافتح قلبي لها. واقول ايه اللي انا ممكن اتعلمه. من مع خلفية التربوية اللي انا اتعلمتها في كلية المعلمين في البحرين. رقيت الرابط. لقيت الرابط ما اسهله. الحديث ده ما انتش محتاج حاجة ده محتاج تخطه كده وتفعله في العمليات التعلمية. فسامحونا يعني اذا لم تكن الاحاديث اه قدامكم. فاعتذر عن هذا. لكن كان هيخد مني وقت كتير جدا جدا ما كانش عندي. فان شاء الله بنحاول بنشاركه وبنحطه في مذكرة وبتطلع وبنخلها متوفرة ان شاء الله. اه طرائق التعليم. من طرائق التعليم يعني انت امت يعني ازاي توصل المعلمة التعليم. تستخدم ايه تتكلم ولا تدي امثلة. والليه الاستراتيجية يعني. اه اه جارير ابن عبدالله يعني في حديث عن جارير ابن عبدالله النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في حجة الوداع استنصت الناس. برضو احنا بنقرأ الاحاديث ده انت دلوقتي بقى عاوزين نقرأ الاحاديث ديت. كمعلم ومعلمة من وجهة نظر الصف الدراسي. انا صف دراسي وان كان حتى في في الجبل في عرفات ولا على على وهم داخلنا على مكة. دي صف دراسي. قالوا استنصت الناس. يعني انت في الصف والطلاب بيتكلموا ما تفعش تتكلم قبل ما هم يسكتوا كلهم. تجد طريقة او جدي طريقة ان كله يسمعين. دي بقى ايه من مهارة التعليم. استنصت الناس ثم قال قال في انكم بعدما ارى ترجعون بعد كفة. وقالل ايه? الحديث بتاعه. القنتنت قاله. لكن قبل ما يقلوا المحتوى. خلهم ايه? طلب منهم الاصغاع. وشافه الانتباه. فده طريقة من طرائق التعليم ان انت ما ما تتكلمشي. الطرائق كثيرة جدا. وطريقة الالقاء. في طريقة الالقاء. زي مرة بعملت الوقت. انا بعمل كده القاء وهي اقل الطرق التي احبها. ويعني لانها يعني يعني زي خطة الجمعة وانا ما بحبش التدريب بتاعزي يكون خطة الجمعة. لكن حتى رساله السلام عبدالله مسعوب يقول كان رساله السلام يتخولنا بالموعد. يعني يتخولنا بالالقاء. مش كل شوية في الرايحة والجاية يدينا حديث يدينا حديث. لأ هو كان له زي موقف الجدي الميت ده بيستغل له. زي موقف مثلا الزلزال يحصل. الكثوف والخسوف يحصل يوم يعملها. حد يعمل المشكلة يوم يعلق عليها. يبقى التعليم مرتبط بمواقف حياتية عشان كده التجربة والاثر التعليمي يبقى عند المتعلم ابدا الضهر. عمره ما ينسى حد هينسى الموقف الجدي الميت ده ان الدنيا بتسويش جدي ميت. لكن لو انا قعدت اقول افهمك عن الدنيا يا ابن الدنيا متستهلش حاجة ولا واخرتها ايه وشوف فلاني. ما هو لا حاجة. لكن لما شافت المثل ده يبقى معه. لان المهم في التعليم بقاء الاثر. فرساله السلام ما كانش بيتكلم كتير في الموحدة. لكن كان طريقة من الطرق برضو كان ايه بيثير انتباههم. اه التريد في الالقاء. بس كل الطلاب بتفهم بنفس السرعة. كان نبي صلى عليه وسلم يتأنى ولا يستعجل في كلامهم. بل يفصل بين الكلمة واخرى. حتى ها? حتى يسهل الحفظ على من يريد الحفظ. ولا يقع التحريف والتغيير عند النقد. فكان بيسهل على السامع ان هو ايه? يتعلم. في بعض الناس. في بعض الناس طبيعتنا كده. هي وبيتكلم هو طبيعته كده. طبيعته طبيعته طبيعته. فاذا كان معلم فبيضطر يعني ايه? يجب عليه انه يقف. والناس اللي حاولي تنبهه وتقول له انت كده الطلاب. فبايكلام. اه قال رسول الله عن سيدة عائشة ان ربي صلى الله عليه وسلم. لا يحدث الحديث لو شاء العاد ان يحصيه احصاء. دي حرف اتنين. يعد وراك كان كلمة. لانه كان بيكلم بالراحة. اه. الالقاء باسلوب مفهوم. هذه يعني صفة من صفات مدارس ايه? النبوة. صفة من صفات مدارس النبوة. فقال رسول الله عن سيدة عائشة محدثه الناس بما يعرفون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله. اسلوب مفهوم. اسلوب مفهوم. الابتعاد عن مسببات القلق. في الالقاء. القلق او الملل. الملل. ابتعاد عن مسببات القلق والملل. الملل. خلينا ناخد الملل. اه. الطالب عندك لو شعر بالملل. معنى كده ان ما فيش استثارة ذهنية. ما فيش استثارة ذهنية. يعني يعني الكاميكال. المادة الكيميائية والهرمونات التي تنفعل في عقل الانسان. زي مثلا الدوبامين مثلا. لما هيحمل حاجة. متوقع حاجة كويسة. متوقع حاجة هاتسعده. او متوقع حاجة هو يشتكر انها تسعده. فيحصل ايه? استثارة في ذهنه كده. فنوع من الهرمونات ده فيفرز. فكليه ايه? مستني. متوقع. منتظر. فلا يشعر بالملل. يشعر بالملل امتى? اذا قال له رجل يا ابو عبدالرحمن لودت انك ذكرتنا كل ذكرتنا. يعني هو كان بيذكر عفوا يذكر الناس كل يوم يعني بيعود يتكلمهم كل خميس. فانا واحد عجب الحديث او تعودش معنا كل يوم تكلمنا تذكرنا كل يوم. فقال اما انه يمنعني من ذلك ان اكره ان املكم. اجعل واني اتخولكم بالموعب. فتكلم كلما يعني. ماشي? اه فدي التأنف الحديث. تكرار الحديث. اه يقولوا مرة تانية. الطريقة التانية الحوار والمناقش. ممكن او انت تعد درس بتعملوش عن طريقة القاء بتعملو عن طريق حوار. تدي اسئلة وهما يجاوبوا. تدي اسئلة متعلقش على الاجابات. ماشي? اه. وطبعا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل ناجد. ثائر الرأسي. يسمع دوي صوتهم. ولا يفقه ما يقول. حتى دانا. فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال الرسول عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي شيء غيرها? قال لا. الا انت تطوع. قال الرسول عليه وسلم. فقال اه الا انت تطوع. قال رسول عليه وسلم وصيام رمضان. علي غيرها. قال له لا. الا انت تطوع. وذكرت انت تطوع. فالرجل في الاخر قال له. يعني والله لا ازيده على هذا ولا انقص. فقال رسول عليه وسلم افلح اين صدق. يبس انقرر له بيسأل. وسلم بيجاوب. بيسأل. وبيجاوب. بيسأل. بيسأل. وبيجاوب. انت ممكن تعمل طريقة الدرسة عندك بنفس ايه? الطريقة. دي طريقة الحوار والمناقشة. طريقة حل المشكلات. انت ممكن تعمل. اه طبعا طريقة حل المشكلات بالنسبة للسن الاعلى. السن اكبر. ليه لان ما تقولوا تدي له مشكلة ايه مثلا معنا. المسلم تجيب مشكلة من المشكلات اللي تتواجه المسلم. او الجالية المسلمة. وتحطها في صياغة في خصة. في حوار ما بين اتنين. وتقول له والله يفعل عند مشكلة كاب. وده مثلا انتو كابناء. اسمع وجهة نظر الابناء في المشاكل التي يشكو بها ايه? الابا. طيب. طرق كثيرة يا اخوانا. اه اسأل الله عز وجل للتيسير والتوفيق فان هنحطها اه في في برنامج اه احنا في كلية عندنا الامريكا الاسلامي نعمل على اه تقديم شهادة في اعداد المعلمين. اعداد معلم التربية الاسلامية والقرآن واللوع العربية. اللي ما بيشتغلوا في المدرسة الاسلامية او الويك اند. واحنا شغالينا على هذا الموضوع ان شاء الله. والدكتور اشرف اخبرني ان عندكم كلية نشأة او جامعة. اه برضو ان شاء الله بيكون اه سمى التعاون او يكون هما برضو يقدموا حاجة في نفس الاتجاه. على اية حال انا الوقت انتها انتهى فانا في عندي اندي كثير يعني لا استطيع ان اعطي يعني تقريبا زي الكتاب من الاحاديث. زي ما شايفين كل ادامي هذا كل حديث 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 حديث. ما فيش تعليق انا بعلق عن ما عندي لان ايه? واضح مش محتاجة علي اصلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الموجز المختصر بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ اي حديث بعد كده اخده بطريقة اخده من وجهة نظر المعلم واخد الاستراتيجية كيف ان انا اعملها فيش. طيب لو انا مش قادر اعملها يبقى انا زي ما قلت انا محتاج اعدي نفسي من الداخل في العضلة العقلية اللي عندي اللي بتساعدني ان انا اكون مثابر ان انا اكون عندي صبر. الصبر ده عضلة عقلية. التركيز عضلة عقلية. مواجهة التحديات بنفسي ايجابية بتفاؤل عضلة عقلية. العضلة عقلية ديت بتنمو من خلال الصلاة والازكار والتسبيح والاستغفار واللي هم بقى اللي هم غير مسلمين وصلوا لها بيسموها يوجا. ما هي يعني مش عايز اقول يوجا هي الصلاة بس هي نفسي بفكرة. لكن ربنا ادهنا بطريقة نعبدوا بيها وفي نفس الوقت بتعود علينا بالسلام النفسي بتعود علينا بتنمية العضلة العقلية اللي تجعلنا اكثر تفاؤلا واكثر ايجابية واكثر واكثر واكثر. اذا تسلحت بهذا اصبحت مهمة التدريس بعد كده ما اسهلها. اعتبر انا اطلت خمز دايب عن الوقت المتحلية. اه اسأل الله عز وجل ان 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 اكون قد قلت شيئا مفيدا وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وبرك الله فيكم جميعا. والوقت المفتوح. شكرا لك دكتور جزاكم الله خيرا. اه بس بل في نظر الاخوة والاخوات جميعا ان الكتاب اللي ذكروا الدكتور هو كتاب اه الدكتور شيخ عفتاح بالغدة. كتاب اسمه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم واسريبه في التعليم. وانا حطيت صورة الغلاف في الشات. اه كده خلاص احنا ان تعينا جزاكم الله خيرا دكتور. جزا الله خيرا للحضور جميعا. اه اه نأمن ان شاء الله ان المحاضرة يكون الناس يستفادوا مناها وهي اكاد محاضرة جذابة وشائخة فجزاكم الله خيرا جميعا. ويلاكم اشكر دكتور اشرف نيابة عن المؤسسة والفريق بتاعه اكيد انا ما عرفهم شي واحد واحد وانا كنت شكرتم واحد واحد على المجهود الذي يقومون به او ينوون القيمة به. يعني اسأل الله عزل ان يوفقهم فيما هم مقدمون عليه وان يوسر لهم امورهم وان يوفقهم الى اداء المهمة على احسن ما يكون يعني مهنيا وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله سعيدتو بكم. جزاكم الله خيرا دكتور طلاط يعني جزاكم الله خيرا على الزيل يعني حضرتين ربنا يبرك فيك يعني ماتعتين. ربنا يكرمك ويبرك فيك وان شاء الله يعني بنا تعاون اخر ووقات اخرى باذن الله ان شاء الله يعني. ربنا بارك. سبحانك الله وبرحمدك مش هدعو الله انك نستغطر ومعطوب اليك. السلام عليكم الله وبركاته.